اشتركوا في القناة حيث سرعان ما نشر الرواد مواقع التواصل الاجتماعي الهاشتاج بشكل واسع وذلك من اجل انقاذ الطفلة التي اعتدى عليها المتحرش حيث انكشفت عن كامل القصة التي تعرضت لها وقد طالبت برفع هذا من اجل الدفاع عنها وان يصل الى الاجهزة الامنية من اجل التحقيق في تلك القضية وقد تساءل الكثير من المتابعين عن تلك القصة من اجل معرفة من هو المتحرش مون سناير وما قصته المتحرش للأسف هو والد الفتاة ولكنه يطلق عليه اسم مجهول مون سناير فقد اطلقت الفتاة ذلك الاسم عليه من اجل ان توصل صوتها ومعانتها الى الجهات المعنية في المملكة محاولة لانقاذها من هذا الاسلوب والعنف الذي تتعرض له وفي المقابل اعلنت بعض المصادر بالكشف عن اسم الفتاة وانتشرت حالة من الصدمة والغضب بين نشطاء رواد مواقع التواصل الاجتماعي على منصة تويتر داخل السعودية بعد كشف فتاة تسمى وسام السويلمي تفاصيل تكشف فيها عن تعرضها هي واختها للاعتداء الجنسي من قبل ابيها قبل ان تتمكن من الفرار الى المانيا حول قصة اطلق عليها المتحرش مون سناير اقدمت الاجهزة الامنية في المكان الذي يتواجد فيه من السعودية بالقاء القبض على المتحرش مون سناير خلال الوقت الذي تم نشر فيه الاشتاج وتم الاعلان عن سجنه وهو في قبضة اجهزة الشرطة وجار التحقيق معه حول قوة الا بالله العظيم كرثة بكل المقاييس ربنا يسترها وطبعا الموضوع كبير جدا وتويل لسه لبقية بس بنكتفي بهذا القدر وقال لكم دمتم بامن الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة